في خطوة تهدف إلى البحث والاستعلام في حقيقة الأزمة التي شهدتها الجزائر في الفترة الأخيرة المتعلقة بالندرة في بعض المواد الاستهلاكية ترأس رئيس مجلس الأمة صالح كوجيل اجتماعا توجيهيا ضم أعضاء اللجنة البرلمانية للاستعلام والتحقيق في مواضلة المضاربة غير المشروعة والاحتكار الذي مس بعض السلع ذات الاستهلاك الواسع وسينطلق عمل اللجنة ابتداء من يوم الأحد القادم السادس عشر من جانفي وأزدى رئيس مجلس الأمة صالح كوجيل تعليمات بمباشرة النزول إلى جميع الولايات الحدودية وكذا التنقل إلى الدوائر الوزارية والمصالح المعنية ثم التنقل إلى الحواظر الكبرى نهيك عن تنظيم لقاءات مع الهيئات والمتعاملين والمتدخلين في القطاع العام والخاص وكذا المجتمع المدني جوجيل دعا إلى وجوب توحيد كافة الطاقات والجهود للمساهمة في حلحلة هذه المعضلة حسب ما وصف البيان من أجل معالجة سريعة لموطن الخلل وجبر الممارسات التي كانت سببا في الأزمة مشددا في هذا السياق بأن تتحل اللجنة البرلمانية بالموضوعية والجدية في هذه المهمة الوطنية وتوخي أقصى درجات الحياد لتقوم اللجنة الوزارية في آخر هذه المهمة بإعداد تقرير مفصل يتم رفعه لرئيس الجمهورية